السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الأحباب حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي انتابعها مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية أولوية الحكومية وحصاد عام من العمل مساع لإدانة حركة حماس من بوابة التحالف الدولي وخمسة تساؤلات حول إحياء الاقتراح حياكم الله مشاهدي الأحبة أسهمت التحديات المتواترة اللي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية في تعاظم محدودية الدخل والفئات الهشة وما التخفيف من حدث هذه النسبة تعمل الجهات المعنية التنفيذية والتشريعية على العمل باستراتيجيات آنية ومستقبلية تمكنها من العمل بالخطط التكميلية لمكافحة الفقر ورفع عدد المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية احتلت مرتبة الأولوية ضمن الحكومة الحالية من خلال عدد الإجراءات والمقررات التي لامست الاحتياجات وفي هذا الملف من الحصاد سنناقش عام كامل من قصص النجاح أما في ملفنا الثاني سنتحدث عن استمرار نهج الازدواجية والدعم الدولي لإسرائيل منذ أحداث غزة والذي يمثل رخصة للمزيد من التدمير واقترحت زاءه أمريكا وفرنسا فكرة توسيع دائرة عمل التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي ليشمل حركة حماس وعلى ثلاثة مستويات في العسكرة وتبادل المعلومات وتضييق على الحركة من بوابة المال ورغم أن الفكرة غير مكتملة الأركان إلا أنها انعكاس لاندفاع الغرب عموما في دفع مؤشرات انهيار الكيان كاحتمالات واردة وقد يترتب على هذه الخطوة ارتدادات كبيرة فأغلب هذه القواعد المرشحة للاستخدام معرضة لضربات المقاومة إذا ما استخدمت في الحرب على غزة هذين من الأفعين راح نتابع حمض من حصادنا لهذه الليلة في الثلاغ المقاويان ومتابعتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حياكم الله ومجدد المشاهدين الأحبة في هذا الملث ورحب بضيفتي الكريمة دكتورة سناء الموسوي ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية ضيفة كريمة في الستوديو اهلا وحب بكم دكتورة احيانا بكم شكرا جزيلا الدكتورة اتحدث يوم عن ملف مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية كان من الأولويات الخمسة للحكومة الحالية شوو الاستراتيجيات الاوتلاين او الخطوط العريضة اللي تم وضعها لتحسين هذا الواقع في هذا الملف تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البدء لابد ان نشكر كل الجهود اللي قدمت خدمات خلال عام مثل ما تعرفون يوم 27 رح يكون للحكومة عمر سنة باستلامها بالنسبة الى من أولويات المنهاج الحكومي كان هو ملف الحماية الاجتماعية بل كانت أول فقرة في البرنامج الحكومي هو الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية تم وضع خطط عديدة في البدء بما انه الوضع اللي مر به العراق وعدم وجود مشاريع وعدم وجود وصعود الدولار هذه الأمور الحكومة وضعت في أولوياتها هو توفير إعانة اجتماعية للفئات المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية تم إضافة العدد 600 ألف أسرة في موازنة 2023 وتم إطلاق حملة ميدانية بشمول واستهداف المناطق الأشد فقراً في العراق والحملة استمرت وتم بحث مليون وتسعمية أسرة ولم يبقى فقط سوى 200 ألف أسرة غير مبحوثة وهما مستمرين بالبحث هذه تم إطلاق خمس وجبات ومن ضمن هذه الوجبات كانت وجبة كاملة للمعاقين الموجودين في العراق بالإضافة إلى هذا في قانون الحماية الاجتماعية هناك إعانة مشروطة فالحكومة أيضاً لأول مرة التفتت إلى كيفية رعاية الطلبة في وزارة التربية والتعليم العالي كيف أجعلهم يستمرون ويكملون دراستهم وعدم تسريبهم من المدارس هو أن أوفر لهم مبالغ إعانة اجتماعية وتكون مشروطة أنهم يستمرون بالدراسة وعدم التغيب عن الدوام وبحمد الله شملة والابتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعات والمعاهد تم ربط شبكي بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بالإضافة إلى هذا نرى السلة الغذائية أيضاً السلة الغذائية أيضاً من ضمن الإعانات المشروطة ضمن القانون السلة الغذائية تم شمول مليون وتسعمائة أسرة يعني خمسمية وسبع خمسم ملايين وسبع مئة وخمسين ألف مواطن تم زيادة السلة الغذائية أيضاً تم ربط شبكي إكماله بين وزارة التجارة وبين وزارة العمل إضافة إلى هذا يعني كله إحنا عدنا قانون الضمان الصحي ضمان الصحي أيضاً وزارة الصحة أعلنت أنه تطبيق قانون الضمان الصحي في بدء تطبيقها على شرائح الإعانة الاجتماعية الجماعة الرعاية الاجتماعية الحماية الاجتماعية يعني مستويات متعددة أوضحتها دكتورة وبالأرقام نتحدث عن طريقة المناورة بين مكافحة الفقر من جهة وبين الإضافات الجديدة لشبكة الحماية الاجتماعية من جهة أخرى طبعاً بالإضافة إلى ما نسمي طبعاً عندنا الفقر المتعدد الأبعاد مثل ما تعرف الفقر في العراق نتيجة الظروف التي مر بها البلد على مراحل وسنوات عديدة وهذا قد بالسنوات القادمة سنلمس ثمرات أولاً القوانين التي شرعت في هذه الفترة تم تشريع قانون الضمان الاجتماعي حالياً تعديل قانون ذو الإعاقة تعديل قانون أيضاً الحماية الاجتماعية تم إقرار قانون جديد تعديل قانون العمل هذا كله سوف يرى النور في الأيام والسنوات القادمة مثل ما تعرف أنه اليوم نحن أخوة ما نبقى ننطيع عانة اجتماعية للمجتمع لابد من إيجاد فرص عمل اليوم الحكومة أيضاً وضعت في بالها كيف أفتح مشاريع صغيرة مدرة للدخل وهذه المشاريع الصغيرة تحتاج إلى تدريب فمستمرة دائرة العمل في وزارة العمل من وضع الخطط لاستقطاب الشباب وليستهداف الشباب العاطلين عن العمل وتدريبهم ومن ثم أعطاهم القروض القانون أيضاً تم تعديل قانون العمل كان سابقاً 8 ملايين هذه ما تكفي إلى إقامة أي مشروع اليوم تم تعديله وإضافة مبلغ أصبح 20 مليون 30 مليون 50 مليون وفيه شروط كيف أن أسجل وأن أشغل بهذه المشاريع عدد من الشباب وبالتالي يجب أن أسجلهم في دائرة الضمان الاجتماعي حتى أضمن حقوقهم هنا أيضاً سجلنا الأعداد وطلع الباحث الاجتماعي وأنجزنا الكثير من التفاصيل خلال عام ولكن راح تواجهنا مشكلة التخصيصات المالية دكتور هذه الأعداد الكبيرة هل تم حساب حسابها في الموازنة الثلاثية هل كانت هذه التخصيصات كافية رغم أنه بعد حد الآن إطلاقات لم تطلق في هذه الموازنة تعرف الموازنة وضعت 6 تريليون لوزارة العمل 4 تريليون هي فقط حماية اجتماعية مبالغ موجودة أيضاً تم استرجاع من 190 ألف أسرة كانت متجاوزة على الحماية الاجتماعية فـ 170 مليار عدنا تم استرداد الأموال وتم اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء أن هذه المبالغ كانت سابقاً تروح للخزينة حالياً تعاد إلى وزارة العمل إلى الحماية الاجتماعية من أجل استهداف وشمول فئات أخرى العمل مستمر هناك أفكار جديدة لكيفية تحديث طرق استهداف العوائل الفقيرة نحن قدمنا كثير من المشورات والمقترحات على السيد الرئيس الوزراء اليوم المواطن عندما يأخذ إعانة اجتماعية هو يعاني من كثير من الأمور تم حل السلة الغذائية التربية لكن اليوم بقت أزمة السكن والمبادرة الأخيرة التي أطلقها السيد الرئيس الوزراء بشمول العوائل التي تأخذ إعانة اجتماعية بقطع عراضي هذا يجب على المحافظين أن يسرعون وأن يكملون هذه الإجراءات بالإضافة إلى سيد وزير الإسكان أيضا هذا المشروع مشروع كبير يحتاج إلى توفير قروض أو شركات خاصة أن تبني دور إلى هذه العوائل هناك أربع مشاريع في أربع محافظات لبناء مجمعات سكنية تكون بأسعار زهيدة تقدم للمواطني ليس فقط اللي يأخذون إعانة اجتماعية وإنما فئات كثيرة لموظفين رواتبهم قليلة وغيرهم من الفئات مشروع الحماية الاجتماعية والعوائل الفقيرة وحالة الفقر اللي يمر بها البلد مثل ما تشاهد كل ما يكون هناك أكو إعمار وأكو موازنات بالتالي راح تكون هناك تشغيل أيدي عاملة راح تقلل من البطالة وتقلل من اليوم بحمد الله إحنا مقبلين على طريق التنمية وهذا الطريق بمشاريع استثمارية لدول دخل مشاريعها وأموالها وبالتالي هذه الاستثمارات الدولية راح تستقطب كثير من شبابنا ورح تتوفر فرص عمل أيضاً بالإضافة إلى هناك منصات عديدة أطلقت مثلاً منصة ريادة تم تجريب عدد من الشباب ورح يعطوهم مبالغ وهذه المبالغ أيضاً لإقامة مشاريع بعد ما تكتب جدوى اقتصادية لهم بالإضافة إلى مشروع أرزاق اللي تم أطلاقه من قبل وزارة العمل ولأول مرة اتخاذ قرار من مجلس الوزراء أن ننطي إعانة اجتماعية وأن ننطي قرض في نفس الوقت لنفس الشخص ولفترة محددة ثلاثة أشهر ومن ثم تقطع الإعانة بعد ما يبدأ مشروعاً يشتغل بهيش حالة يعني نوجد أكو تخطيط أو عمل بالسياسة التكملية بالتأكيد ننتقل بهذه الأعداد من مستفيدين إلى مستغنين حسب توصيف حضرتش من خلال النهوض بواقعهم المعيش ومبادرات فرص العمل هل نحن قادرون بعد التخطيط أن ننفذ هذه المشاريع بطريقة صحيحة وبالفعل نحول هؤلاء المستفيدين إلى المستغنين بالتأكيد على وزارة العمل وضعت خطة جديدة لمتابعة المشاريع كانت المشاريع سابقين 2% لأسباب عديدة أولاً المبالغ كانت قليلة وما كانت هناك رقابة حقيقية ولا دراسة جدوى للمشاريع اليوم وزارة العمل وضعت خطة لدراسة المشاريع وضع جدوى اقتصادية إلى يعني تعهدهم بتسجيلهم بالضمان الاجتماعي تشغيل عدد من الشباب في هذه المشاريع كل هذه الأمور تؤدي إن شاء الله إلى نجاح هذا العمل والمبلغ 50 مليون يعني هو مبلغ ليس قليل بالتأكيد رح يستطيع أن الشاب أو الشابة يعني أنا أدعو النساء أيضاً أن تنتهز هذه الفرصة وأن تقدم على هذه المشاريع اليوم قاعدة البيانات في شبكة الحماية الاجتماعية العدد الأكبر به هم شباب عاطلين عن العمل أسر معدومة الدخل هذه الأسر معدومة الدخل إحنا نفكر كيف نستطيع أن نوفر لهم أفضل الخدمات ليس راتب الزهيد من الإعانة الاجتماعية فهذه المشاريع مشاريع إذا استطاعوا أن ينجحوا وأن يقدموا أفكار جديدة وبالتأكيد هذه رح يعني تفيد البلد مثل هكذا مشاريع وكل مشروع رح يأكيد يعين فدع يعني عشرات من الشباب ورح يكون استقطاب للشباب وللشابات رح بالتأكيد يقلل لنا نسب البطالة بالبلد وخصوصاً اليوم يعني الشباب اللي خرجين اللي يتخرجون ماكوا فرص عمل لهم يعني إذا يتوجهون بعد ما انتهاء الحياة العمل العلمية أن يتوجهون للعمل وبالتأكيد يجدون الدولة ومفرت لهم قروض ومفرت لهم مشاريع بالتأكيد رح تكون هناك استثمار لهكذا أمور طيب نتحدث أيضاً دكتورة في هذا الصدد عن المنظمات الدولية هل أكو تنسيق مع المنظمات الأممية والدولية بهذا الملف لما نتحدث عن تنمية الشباب منظمة الدولية تبنت العديد من هذه المشاريع ولكن هل هي على مستوى الدعم أم تبقى فقط على مستوى التدريب أو حتى أدلجة الشباب بالنسبة إلى المنظمات إحنا وزارة العمل أدهى اتفاق مع البنك الدولي لبناء البنى التحتية لهيئة الحماية الاجتماعية وكيفية تسهيل البحث على الباحث والتجهيزة بالأجهزة ومتابعة الدائرة للباحثين وبرمجت وأتممت المشروع كله حاليا هم مستمرين ومخصصين مبلغ بالنسبة إلى اليونسيف أيضا عندها يعني تواصل خصوصا مشروع الطفولة والاهتمام بهذه الطفولة وبالمدارس نحن نتمنى من المنظمات الدولية أن يكون تدخلها لتنمية الشباب بشكل صحيح بإجراء الدورات الحقيقية وليست أدلجة الشباب بأفكار وبأمور أخرى تؤدي إلى زعزعة استقرار البلد منظمات دولية دائما نحن مثل ما نشاهدها في وزارة العمل تكون داعمة لعمل وزارة العمل سواء كانت في هيئة ذوي الإعاقة أو في التدريب المهني أو في الحماية الاجتماعية وإسناد الحماية الاجتماعية بتوفير الأجهزة بتوفير بقية الأمور والدعم اللوجستي لهذه المؤسسات إحنا أيضا قادرين مؤسساتنا وجامعاتنا فيها مراكز بحثية متطورة زرنا مركز البحثي في جامعة بغداد لديهم رؤى وأفكار لتطوير العمل في مؤسساتنا الحكومية أيضا قادرين مراكز التدريب المهني عندنا مجهزة بأحدث الأجهزة اليوم نسعى لهذه المراكز التدريبية أن تعاد بعد ما عادت فك الارتباط وارتبطت بالمحافظات أن ترجع ترتبط بالوزارة باعتبار اليوم القروض هي اتحادية بالوزارة وهذا الشاب اللي ياخذ قرض يجب أن يكون متجرب في مراكز التدريب وبعدها يمنح فيجب أن يكون التدريب والقروض في مؤسسة واحدة أيضا في المحافظات هناك تخصيصات مالية مغارد ليش طرمي حضرتش بفك الارتباط بالمحافظات ومجالس المحافظات والذهاب إلى الوزارة ما المحافظة هي نفسها قادرة على تنمية الشباب بذاتها يعني من التجربة اللي شفناها بفك الارتباط المحافظين أكثر هم يهتمون بالبنى التحتية والخدمات للمحافظات يعني يجهز بالموازنة يريد يبلط يريد وضع ماء كهرباء وحقه ومجاري لمحافظته لكن يأتي وينتبه لهذه المؤسسات يعني إحنا اليوم عندما كتبنا على إعادة بعد مطالبات عديدة دور الأيتام ودور المسنين طالبوا إعادة يعني ارتباطهم بالوزارة وصار قرار لمجلس الوزارة وتم إعادتهم ليش؟ لأنه آن والتهميش وعدم الاهتمام من قبل المحافظات في اهتمام بهذه المراكز الوزارة مهتمة بهذه المؤسسات التابعة إلها مراكز التدريب باعتبار القروض اتحادية فعندما يكون مراكز التدريب أيضا بالوزارة رح يكون هناك ترابط بالعمل اليوم هذه المنصات اللي تم أطلاقها سواء كانت منصة مهن هذه مهن أنه توفر فرص عمل للشاب العاطل عن العمل ويبحث عن العمل يعني أيضا صارت في التجربة الجديدة في وزارة العمل منصة أرزاق منصة رياضة هاي منصات كلها نعتبرها استراتيجية لتقليل وتخفيف الفقر بالإضافة إلى نقلة نوعية من الإعانة الاجتماعية إلى توفير فرص عمل هذه المنصات وأهدافها سامية بامتياز ولكن نتحدث عن المعايير الموضوعة لخط الفقر الصادر من وزارة التخطيط مثلا هل تتناسب بويا الواقع لو تحتاج إلى تعديل؟ بالتأكيد وزارة التخطيط يعني المعايير السابقة والاستمارة اللي أطلقوها يعني إحنا حسب الجانب العملي ليش إحنا سحاليا في صدد تعديل قانون الحماية الاجتماعية لأن من خلال تجربة جميع مسؤولي الأقسام يعانون من بعض الفقرات اللي تحتاجها تعديل بالإضافة إلى ما شاهدناه بعض المعايير اللي مثلا موضوعة في الاستمارة البي أم تي اللي يطلقوها الباحثين تجد عندما تظهر الأسماء بعض الأسر موجودة في دور الدولة يطلع فوق خط الفقر وما يملك كل شي لادا هو ساكن في دار المسنين يطلع فوق خط الفقر فإحنا هناك أكو إخفاقات بعض العوائل تطلع فوق خط الفقر وهم أيضا محتاجين بعض العوائل هما ما محتاجين يعاني اجتماعية طلعون تحت خط الفقر لابد أن تكون هناك تغيير بهذه الموازين التي تم وضعها من قبل وزارة التخطيط أيضا في صدد تعديل هذه الموازين وهذه المعايير وهذه الاستمارة لابد إحنا زيارتنا إلى مراكز البحثية في الجامعات أريد خطط جديدة لاستهداف الحقيقي للفقير أحيانا دكتورة يعني مراحل هي بحاجة إلى هذه الإعانة مرحلة تمر بها العائلة يعني العائلات مشهولة بشبكة حماية اجتماعية قد تعدى الاحتياج المادي تحتاج تقليل أقصاط الدراسية لما أبنائهم بناتهم يدخلون إلى مرحلة دراسية في التعليم الموازي أو الأهلي رعاية صحية مجانية بالكامل عندما يحتاجها المستفيد خدمات أخرى تقدم من الوزارات أكو عمل لتوسيع دائرة الاتصالات مع الوزارات المختصة في سبيل سد النقص في هذه الشبكة لو عدنا إحنا خلاص هذا خط الفقر ويضع ليستلم راتبه لا الربط الشبكي اللي راح يصير بكل الوزارات بالتأكيد هذا راح يخفف لنا الكثير يعني وزارة التعليم العالي هناك منحة مجانية قد ما ذكرتها أنا هناك منحة مجانية للطلبة اللي يحصلون بالجانب العلمي يحصلون على 93 يضاف إلىهم خمس درجات للمنافسة في المنحة المجانية بالإضافة إلى السيد وزير التعليم العالي مشكور أيضا من خلال رؤية ونفس الحكومة أصبح الوزراء يتسابقون في كيفية تقديم الخدمات للعوائل المحتاجة إلى تقديم الخدمة اليوم السيد وزير التعليم العالي أيضا أطلق مبادرة تخفيف 50% من القصد بالدراسات المسائية الحكومية للطلبة لأهلهم يتقاضون إعانة اجتماعية وهذه أيضا مبادرة تحسب لسيد وزير التعليم العالي بالنسبة للصحة الجانب الصحي التأمين الصحي أيضا متوفر للعوائل المتعففة والعوائل التي تأخذ إعانة اجتماعية فهكذا أمور موجودة لكن تحتاج لها وقت للترتيب لربط الشبكي لطريقة الاستهداف الصحيحة إحنا اليوم تجد قد أكو إخفاقات بعض المدراء المدارس ذكروا لي أنه إحنا الطالبين عرف الفقير عن الغير الفقير لكنه اليوم أكو بعض الطلبة ميسورين هما مشمولين بالإعانة اجتماعية هذا مغالطة راح تكون بالموجود وزارة العمل مستمرة بالبحث وبعزل مستمرة بالبحث يعني لما نكتشفت 190 ألف متجاوز وأعادت مبلغ 170 مليار هذا شيء يعني يحسب للوزارة بهذا العمل مستمرة بتقاطع البيانات مستمرة يعني أكو بعض المرات هناك جهل في تطبيق القانون ويترتب على المواطن مبالغ فدائما السادة المسؤولين في وزارة العمل يشرحون القانون بالإعلام ويجب على المواطن أن يكون يبلغ الدائرة عندما يحصل أي شيء بها نحن اليوم ليس فقط عدنا 46 ألف نازح بالمخيمات بعدما زارة وزارة العمل زارة والمخيمات تم شمول 46 ألف نازح بالإعانة الاجتماعية عدنا 261 ألف من المعاقين تم شمولهم براتب المعين المتفرد يعني هناك خطط متكاملة سواء للمعاقين أو سواء للحماية الاجتماعية مستمرة من قبل وزارة العمل وإذا تشوف وتشاهد وتتابع رئاسة الوزراء يعني بين فترات وتشوف قرارات مهمة قرار يوم أمس اللي أطلق مجلس الوزراء بإضافة هذه المخصصات وزيادة لراتب المتقاعد وزيادة لإحنا عد ما نذكر دائماً قد بعض العوائل المتعففة تأخذ عان اجتماعية ومساعدات من المؤسسات لكن الموظف اللي راتبه بسيط هذا ما يستطيع أن يأخذ أي شيء فهذه جاءت يوم أمس مبادرة جيدة واليوم الجميع فرحين الموظفين من الدرجة الثامنة والتاسعة والعاشرة بإضافة هذه المبالغ إلى رواتبهم بالتأكيد هذه راح تساعد وجعين الأسر حضرت بكتورة يعني كنت نائبة سابقة في البرلمان وحالياً في الدور التنفيذي نتحدث عن انظام البرلماني اللي هو شرط نجاحة يحتاج التكامل بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية أكو تواصل مستمر بين جهتكم كسلطة تنفيذية والسلطة التشريعية مثلاً لجنة العمل وشؤون الاجتماعية في مجلس النواف بلي أكو ترابط يعني إحنا لجنة العمل دعونا عدة مرات في تعديل قانون العمل قانون الضمان الاجتماعي يوم الأحد عندنا جلسة استرافة لتعديل قانون ذوي الإعاقة أيضاً قانون تعديل الحماية الاجتماعية أكو استماع لوجهات نظرهم هم يستمعون وجهات نظرنا في كثير من الأمور لأن هي الخدمة مشتركة من أجل إصدار وتشريع قوانين تكون هذه القوانين جامعة لكل الأمور اللي هم قد تشريعين ما شايفيها التنفيذ شايفة أو لا بالعكس فأكو تعاون وأكو زيارات مستمرة بين سيد وزير العمل وبين لجنة العمل النيابية وهكذا الأمور يعني جيدة ما أكو فتفجوة بين التشريع والتنفيذ أشكرك شكراً جزيلاً دكتور سلام موسى ومستشارة رئيسي الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية ضيفة كريمة في زين الستوديو لهذه الإضاحات ونتواصل إياكم وشاهدين الأحبة بعد الفاصل نتابع موسيقى مساعي لإدانة حركة حماس من بوابة التحالف الدولي وخمسة تساؤلات حول إحياء الاقتراح موسيقى 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 مجدداً حياكم الله مشاهد يا الأحبب هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ عمادة المسافر المحلل السياسي وسينضم معي عبر سكايب الدكتور محمود مرادي الرئيس الأمريكي أستاذ عماد وأيضاً حتى الرئيس الفرنسي ماكرون دعا لتوسيع مهمة التحالف الدولي لمشكل في عام 2014 لمواجهة حماس وهذه المفارقة والمغالطة يعني مهمة للدراسة يعني وضع حماس في صف داعش شكراً جداً تحية لك والمشاهدين ومتابعي قناتكم الكرام حياكم يعني حقيقة تسعى الولايات المتحدة بعد هذه الأحداث الأخيرة أن توسع هذه الدائرة حسب إمكانياتها اختلفت موازين القوى واختلفت الآلية بالمواجهة مواجهة حركة حماس مع الكيان الصهيوني ربما هي المرة الأولى التي أن يكون عدد كبير من القتلى في صفوف الكيان الصهيوني وكذلك عدد كبير من الأسرى أيضاً لدى حركة حماس لهذا الولايات المتحدة تحاول أن تجمع أكبر عدد من المؤيدين لها بالرغم أن الرأي العام العالمي جندته لصالح الكيان الصهيوني ولصالح الولايات المتحدة لكن مع ذلك هي تحاول من خلال هذا الرأي العام وتوسيع هذا التحالف تجمع عدد كبير وتفتح قنوات أكثر من أجل تحرير هؤلاء الأسرى عبر طرق دبلوماسية لكن لحد الآن لم تأتي أكلها هذه الجهود والولايات المتحدة تحاول أن تسلك أكثر من مسار للوصول إلى نتائج طيب هنا ستحدث عن العمل العسكري لهذا التحالف المهم الأساس هو العمل العسكري لتقاسم المعلومات الاستخبارية ومكافحة مصادر التمويل لحركة حماس يعني لا يكتمل العمل العسكري من دون أن يكون هناك مصادر تمويل ومصادر استخباراتية دقيقة تجمع كل هذه المعلومات وتمحصها وتدققها ثم تخرج بنتائج تخدم العملية العسكرية لكن كل هذه النظريات نظرية الاستخبارات التي لا يغيب عنها شيء ونظرية المعلومات والأقمار الصناعية وكاميرات المراقبة عالية الدقة يعني أصبحت خرافة يتعكز عليها الكيان الصهيوني خصوصاً وبعد نتائج هذه العملية فشلت كل هذه الإجراءات الاحترازية التي تحاول حماية المستوطنات الصهيونية قبل هذا كان هناك أيضاً كان يتبجح الكيان الصهيوني بالقبة الحديدية التي حولتها صواريخ المقاومة إلى خردة لم تستطيع هذه القبة ورغم تكاليفها الباهظة أن تمنع وصول الصواريخ إلى داخل الكيان الصهيوني كل هذا يتعكز عليه الكيان الصهيوني وتتعكز عليه الولايات المتحدة في مسالك عديدة منها دبلوماسية ومنها عسكرية ومنها استخباراتية لكن أنا أعتقد ما يزال محور المقاومة تزال حركة حماس بيدها المناورة وبيدها القرار يريد الغرب أن يعطي ضوء أخضر للضربات التي تشن على غزة في هذه الحالة سيد عماد نقدر أو نفهم من هذا الموضوع بأنه بدل ما نقول بعد إسرائيل ضربة راح تتغير الفكرة وراح ينقال التحالف الدولي بعد راح المسألة تؤدلج بشكل آخر تعصب برأس التحالف الدولي أو يتم تزويق هذه الضربات دوليا بأنها ضربات حقة وتأخذ ما قد نستطيع أن نسميه شرعية دولية يعني الكيان الصهيوني يحاول أن يكسب هذه الشرعية الدولية تعرف أنه المجلس الأمن يحتوي على الأعضاء الدائمين العضوية ومن حق هذه الأعضاء استخدام الفيتو ربما الكيان الصهيوني مطمئن لهذا الفيتو في أي توقيت وفي أي قرار لكن هناك أيضا يحتاجون إلى هذا الإجماع الدولي اليوم مهما كانت هذه التسمية يعني إجماع دولي سميه ما شئت لكن الجرائم هي الجرائم اليوم بإحصائيات دقيقة للضحايا هذا العدوان نجد أن أغلب الضحايا الذين سقطوا من جراء القصف الهستيري واللا مسؤول من الكيان الصهيوني هم أغلبية هم من الأطفال والنساء والشيوخ بل يتعمدون قصف المستشفيات والمساجد وحتى الكنائس مهما كانت التسمية لهذا التحالف تحالف دولي تحالف إقليمي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الجريمة هي الجريمة ولا يستطيعون أن يتخلصوا من عار هذه الجريمة إن كان هناك إجماع إقليمي وعربي يتشكل بالضد منهم طيب اسمحني أن أرحب بيها دكتور محمود مرادية القيادة في حركة حماس ينظم معنا عبر اسكايب من فلسطين حياة كلا دكتور نتحدث عن القواعد اللي كان يعتمد عليها التحالف الدولي أغلبيتها في شمال العراق إذا ما استخدمت حاليا لضرب حماس هل أن هذا الموضوع رح يعطي مبرر أكبر لضرب هذه القواعد من قبل المقاومة بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن المقاومة العربية والإسلامية في كل مكان أدركت أن هذه المعركة على وجه التحديد بصمات الولايات المتحدة يعني السرية والعلنية مدانة إدانة تامة بالتخطيط لها وقيادتها وتمويلها فبالتالي الولايات المتحدة في المعركة نتنياهو عندما وقف في الأمم المتحدة وعرف الخرائط التي لا تتضمن فلسطين كان بايدن يقود مصار للتطبيع يقفز من خلال هذا المصار مع السعودية بالتأكيد عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وكان يتجاوز حماس ويتجاوز السلطة وكل المقونات الفلسطينية وكان الطيار الديني القومي يعث فسادا في الضفة الغربية يدنس في الأقصى ويهيل كل الأمة سيدنا محمد من خلال إهانة المسلمين في جزء من عقيدتهم وهو المسجد الأقصى فبالتالي نعم الشعوب حددت أن أمريكا هي التي تحدد مصار هذه المعركة وأمدها وعمقها الولايات المتحدة إذا أرادت أن تقف هذه القنابل التي ترسلها من خلال البوارج وحاملات الطائرات والطائرات التي عدت ستين طائرة الآن من الولايات المتحدة من ألمانيا من فرنسا من إنجلترا كلها تحمل قذائف وقنابل تتفجر فوق رؤوس الأطفال والنساء والصحفيين وكل من هو حي على أرض غزة فبالتالي من الذي يستطيع أن يوقف هذا الشر لا يواجهون المقامة في الوقت الحال هم يواجهون الشعب فبالتالي أمريكا هي الوحيدة إن لم يضغط عليها كيف ستراجع وكيف وسائل الضغط الديموماسية لا يمكن أن يواجهون وسائل الضغط خلينا أنتقل بها إلى أستاذ عماد المسافر هل راح تمتد هذه الضربات أستاذ عماد لتشمل جميع نقاط اتصال حماس يعني هنا نتحدث عن جنوب لبنان نتحدث عن سوريا أيضا وصول المجتمع الدولي لهذه النقطة هل كان بسبب مواقف الإدانة العربية لأدانة حماس على سبيل المثال موقف الرئيس المصري السيسي وموقف الإمارات يعني أكو مجتمع عربي حظر لهذه الخطوة يعني ابتداء حركة حماس ومحور المقاومة لا يعولون كثيرا على هذه الأنظمة الأنظمة المطبعة والأنظمة التي تسعى إلى التطبيع هذا ابتداء قرارات المعارك العسكرية لديها أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية وأبعاد جيوسياسية دعنا نتكلم عن الداخل الأمريكي هل الداخل الأمريكي يعني لديها الرغبة في شن حرب في أي منطقة من مناطق العالم أنا أعتقد لا الديمقراطيين ولا الجمهوريين لديهم الاستعداد لهذه المعركة وليس لديهم الاستعداد أن يرسلوا جنودا لتدخل في معارك مباشرة من الناحية السياسية هل العالم مهيئ أن يفتح جبهة ثانية بعد الحرب الروسية الأوكرانية أين مصير النفط أين مصير مصادر الطاقة وخصوصا مصادر الطاقة تتركز في هذه المنطقة التي حاولت الولايات المتحدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية أن تجعل من هذه المنطقة منطقة آمنة لمصادر الطاقة أنا أعتقد الولايات المتحدة لا تريد توسيع رقعة الحرب وربما هي تستخدم العامل الإعلامي والعامل الضغط أننا سنوسع دائرة الضربات وغيرها من الأساليب لكن أن تسعد دائرة الضربات ودائرة الحرب مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المنطقة فالأمريكان والكيان الصهيوني هم الخاسر الأكبر لأن محور المقاومة قالها صراحة إذا تسعد دائرة الحرب ستكون كل المصالح الأمريكية بالمنطقة هي هدف لنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستجازف بهذا الموضوع ربما هي تحاول أن تكسب الوقت من أجل أن تفتح أبواب للحوار ولتهدئة الأمور ويعني تبادل الأسرى أو يعني فك الرهائن إلى هذه المواضيع طيب مهنان الوصول لهذه النقطة دكتور محمود ممكن يترتب عليها موقف آخر من حماس يعني ممكن أن يطور ملف الرهائن على سبيل المثال ملف الأسرى والمحتجزين يوجد لدينا أسرى ومحتجزين المحتجزين هؤلاء يعني في ظروف متعددة ومداخلات متشابكة وجزء منهم في يد المقاومة وجزء منهم في يد العائلات التي لها أسرى هذا ملف معقد لكن من حيث المبدأ المقاومة لا تريد أن تستخدموا هذا الملف ولكن تريد ظروف لفكفكته هذا لكن موضوع الجنود وهم بمئات يعني بضعة مئات وجنرالات في الجيش الإسرائيلي هؤلاء حزبتهم مختلفة تماما فبالتالي نعم هذه معركة كل الأدوات ستدخل فيها ما في أداء من الأدوات التي تخدم مصار تحقيق الغاية والهدف والأهداف والغايات من هذه المعركة محددة لكن إذا زلقت ووصلت لحرب إقليمية ستكون أهدافها مختلفة لأن كل طرف سيدخل فيها سيسعى لاحقا لتحقيق هدفه في المنطقة لأن هذا أمن المنطقة من شؤون أهل المنطقة ودولها من استجلب هذه القوة لتدخل منطقتنا وتبدأ تتحدث بأحقية إنها تتحرك وتحرك قوات يعني أمريكا في الوقت الحاضر تؤجل الحرب البرية لاستدعاء قوات لها علاقة في مبضات أرضية جوية وكذلك إخلاء مئات الألاف من الأمريكان لأنها تعتقد أن هذا المشهد سيتخلل مجازر ودماء كبيرة وثقيلة على الضمير العربي ستتحرك أشعوب وتضغط وستلجأ إلى القصاص من أمريكا في المنطقة وتستهدف مصالحها هذه الأعداء وكلهم في كفة وميزان واحد لا يدركوا ولا استدعون تأثيراتها وتدعياتها ستكون عظيمة ووخيمة ومن يتكلم فقط عن الأعداء ولكن ماذا عن أعداء الأعداء أستاذ عماد انضاج هذه الفكرة الأمريكية الفرنسية شنو موقف روسيا والصين منها قبل أيام في مجلس الأمن استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد قرار إدانة حماس طبعا هناك أطراف إقليمية ودولية ذهب الزمان الذي يكون فيه العالم هو محور واحد اليوم تشكل محور ثاني يضم روسيا والصين وإلى جانب الجمهورية الإسلامية تطور المشهد أكيد هذه القوى لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني دعني أقول شيئا أستاذي دائما في المعارك نصف المعركة هي للضربة الأولى اختيار حماس للبدء بهذه المعركة يعتبر نصر لحركة حماس وأجبرت الكيان الصهيوني على دخول معركة لا يريد توقيتها هو بالقضية الثانية كل المعارك لو استعرضنا التاريخ العسكري لو وجدنا أن كل المعارك التي خاضتها الجيوش النظامية أمام فصائل عقائدية كانت الكفة للفصائل العقائدية لم يستطيع التحالف والدول يا سيد الكريم في اليمن من تحقيق أي نصر على الحوثيين مهما طال الزمن وانتهت المعركة ولم يستطيعوا تحقيق نصر واضح إذن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحتى فرنسا يراهنون على الجيوش النظامية هذه الجيوش النظامية لديها ساحة حرب معروفة الأطراف ومعروفة التوجهات ومعروفة الجبهات أما الجيوش الغير نظامية فصائل المقاومة ومحور المقاومة لديه استراتيجية وأنا أعتقد غرفة العمليات المشكلة لمحور المقاومة لديها الإمكانيات ولديها التوقيتات وهي تعمل ضمن توقيتات مدروسة جدا طيب هذه التوقيتات المدروسة التي تعمل بها المقاومة هل ستكون كفيلة بهذا الردع الكبير لإسرائيل ومخططاتها وماذا عن تواصل حماس ضمن هذه الاستراتيجية مع دول المحور نعم بدون شك هذه رؤية متكاملة لا يمكن لهذا الشر هذه الغدة السرطانية التي قامت بشهادة ميلاد دولية في 47% فائتة على حساب الشعب الفلسطيني وشرة وتداعيات هذا الكيان تؤثر على المشهد في المنطقة ككل لذلك الواجب الديني والأخلاقي والمصلحي لكل المتدخلين والذين يريدون كبح جماع هذه الدولة الوظيفية التي تقوم بتأمين مصالح الغربة الإمبريالية في المنطقة على حساب أشعوب ومستقبلها صحية وتعليمها أشعوب العربية والإسلامية تعامل معاملة سيئة في كل هذه البلدان بينما تعطى هذا الكيان كل ما يطلب ملاحظ تصريحات بايدن فبالتالي لا يمكن أن يواجه هذا المشروع وهو رأس المشروع الغربي إلا برؤية شاملة وأدوات متكاملة وهذا ما يجري في واقع الأمر وما نشاهده في جنوب لبنان من عملية تتدرج ولها علاقة بما يجري في قطاع غزة ثم أشعوب العربية وما تتحرك الجبهات الأخرى وما تنذر بتقديمه كلها تؤشر إلى نقطة في نهاية الأمر ستكون المقاومة فيها متكاملة للضغط على هذا المشروع إما تلجم دولة الكيان وهذا الدعم بالقنابل والمتفجرات التي تلقى على الأطفال ورؤوس النساء يقف أو تتحول إكليمية وبعدها مصالح الغرب ستكون أهداف المعركة والمواجهة مختلفة تماما وأمدها وقولها مختلفة هو يختار لربما استفزاز ودعم الكيان فيما يعمل ويعبث لكن لن يحدد نهاية هذه المواجهة ولا تكون ضمن رؤية المحور ضمن إقاع ومصالحه وإحنا أولاد المنطقة في النهاية أولاد البيئة الموجدين كلهم جايين على مناطقنا كلهم جايين على بيئتنا لهم أهداف ومصالح ستنتهي وقل للدول التي تشكل مهبطا أو مطارا للإقلاع لهذه الدول ستريد وتتراجع عن هذا النهج وهذا التعامل مع هذه الدول عندما تتراجع هذه الدول أستاذ عماد عن هذا النهج كما يتفضل الدكتور محمود نتحدث عن ولاية المتحدة الأمريكية هي على مقربة من الانتخابات الرئاسية والدخول في هذا المنزلق الجديد هل سيضعف حظوظ الحزب الديمقراطي برأيك؟ يعني أنا قلت في بداية كلامي أنه لا الجمهورين ولا الديمقراطيين لديهم الرغبة بدخول أي حرب يعني وإرسال جنود خارج الولايات المتحدة إضافة إلى هذا يعني لا أعتقد أن الولايات المتحدة بمؤسساتها لديها الرغبة ربما أجبرت حركة حماس الولايات المتحدة وأجبرت الكيان الصهيوني على هذه الحرب وكانت توقيت مهم في توقيت كانت تحاول بعض الدول العربية أن تلتحق بركب التطبيع الكيان الصهيوني يواجه مشكلة كبيرة ربما نشاهد أن الأخوة الفلسطينيين لديهم الإمكانية والرغبة والإصرار أن يجلسوا على ركام منازلهم ولا يغادروا هذه الأراضي التي يعتقدون بل هي على يقين ونحن على يقين أنها هي هذه أرضهم لكن كيف للكيان الصهيوني أن يقنع المستوطن الذي جاء عبر البحار وجاء عبر الحدود أن يجلس في مستوطنة في ساعة أو في أخرى ربما ستطال له صواريخ حركة حماس وغيرها من الفصائل كل الإمكانيات الإسرائيلية التي زودت بها الولايات المتحدة هذا الكيان من أجل تأمين المستوطنات لن تعد مقنعة لهذه المستوطنين أن يجلس في هذه المستوطنات حتى إذا انتهت الحرب في هذه الساعات فالمستوطنين أصبح لديهم هاجز خوف كبير من العودة إلى هذه المستوطنات مهما بالغنا ومهما تكلمنا اليوم الحياة في داخل تل أبيب لا يوجد حياة هناك تعطيل تام لكل المؤسسات المطارات حتى أسعار التذاكر الطيرانة ارتفعت إلى أضعاف السعر لكثرة العدد المهاجرين من هذا الكيان أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد المسافر المحالي السياسي ضيفنا كريمة في الأستوديو وشكرا للموصول لحضرتك الدكتور محمود مرادي القيادي في حركة حماس حدثنا عبر اسكابين فلسطين شكرا جزيلا لانضمامك معنا شكري لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله